طب نعمل ايه بقى عشان نتخلص من كسرة الشكوى بقى اول حاجة ان انت مش هتنتظر لغاية ما الاشياء تتراكم عليك اول حاجة تعود دايما ان انت يكون عندك مستشار يعني الشخص اللي بيحصل له شكوى يتعود يروح يسأل مستشار يخليه يشوف الحاجة من مدخل تاني يعني مسلا على سبيل مثال ايه اللي حاصل انا الوقت بيجري مني وما بقدرش حقه اللي انا عايزه انا حاسس ان انا فاشل انا حاسس ان الناس ما بتساعدنيش انا حاسس ان الناس ما بتسمعنيش انا حاسس ان الناس كلها مش راضية تتقبلني فيروح لشخص تاني يقول له طب ايه رأيك تم تغير طريقة تواصلك معهم اول مستشار يروح معه وغيرك يخليك تشوف من رؤية تاني عارف انت لو غيرت رؤيتك غيرت طريقة تواصلك معهم ممكن يحبوك انت فيك حاجات جيدة جدا وحاجات حسنة جدا فيغير طريقته في التعامل معهم انا اعرف ناس خرجوا من كتر الشكوى بس عشان بدأوا يسمعوا الناس باهتمام كان هو لما يجي يتكلم هو كل الحكاية عنده مشاعر عنده مشاعر فيتكلم يتكلم يتكلم فاصبح عبء على الناس والناس ما تحبش الشخص العبء ده زي ما يقوله فيها اللي مكفيها لو هتسمع منك كلام حلو هتحبك ادي اول حاجة يبقى اول حاجة يبقى الشخص اللي عنده كتر الشكوى ده يبقى عنده مستشار مستشار ده مش لازم على فكرة يبقى استاذ دكتور كبير لكن مستشار راجل حكيم يتعود هو عارفه فعلى طول يحلفت له وجهه كده ويخليه يشوف الحاجة من جهة اخر الحاجة التانية ودي مهمة جدا جدا ان انت لما تكون كثير الشكوى على طول حاول تضع علاقات جديدة في حياتك بناس متفقلين وحاول تتابع هم بيعملوا ايه وحاول تلتقط بعض الكلمات وتستخدمها يعني استخدام الكلمات اللي بتدل على الامل والتفاؤل تخلي الانسان يبطل الشكوى يعني مثلا على سبيل المثال من اكتر الحاجات اللي تعلمناها من اهلينا قدر ولطف فإنه حاصل إيه اللي حاصل بدلا ما يقعد يشتكي بقى وإنه حاصل وانا مش هقدر اجيب تكلفة العربية اللي تبهدلت ومش هعرف معرفش ايه قدر ولطف قدر ولطف خفيفة الامر فبقى هو يحس ان ايه مش محتاج لهذه الشكوى الحاجة التالتة اللي هو لازم يعملها ودي مهمة جدا جدا انه دايما يكون عنده ورد يطيب خطره وكلام حلو يجعل صدره مليء بالبركة وانا عندي سبعية كده مجربة في شرح الصدر بقول فيها ايه يا كريم فضلك عظيم فلا تحرمني جودك يا لطيف همي كثيف فأزل عن قلبي وهمي يا مجيب قلبي كئيب فسارع في سعدي يا سميع كيف أضيع وأنت سندي يا فتاح جود بالسماح وافتح لي باب وصلك يا واسع من ضيق دامع فأدخلني في وسعك يا رحمن إن دار الزمان فسبتني على حبك نقولهم برة تانية هذه السبعية مجربة في شرح الصدر فياريت لما يحصل لك إن انت عايز تشتكي تقولي الكلام ده هيفرغ مش بس هيفرغ هيبدل حالك وتحس بإن انت في حالة مدد يا كريم فضلي عظيم فلا تحرمني جودك يا لطيف همي كثيف فأزل عن قلبي وهمي يا مجيب قلبي كئيب فسارع في سعدي يا سميع كيف أضيع وأنت سندي يا فتاح جد بالسماح وافتح لي باب وصلك يا واسع من ضيق دامع فأدخلني في وسعك يا رحمن إن دار الزمان فسبتني على حبك يا رب تقبل منا وأشرح صدرنا يا رب العالمين واجعلنا على الدوام ممن يحسنون الإقبال عليك ولا يشتكون إلا لك أكرمنا يا رب وأشرح صدرنا وطيب ورحبا لنا يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر